طيب زي النهاردة ولكن في 1936 ولد من وصف بأنه من أفضل من لعب الكرة في تاريخ الكرة المصرية الكابتن رفعت الفناجيلي عليه رحمة الله رفعت الفناجيلي واحد يمكن أنا بقول لك ووصف لأنه أنا سمعتها من الكابتن صالح والكابتن طاري عليهم رحمة الله مين أحسن لعب شفتوه يقولك رفعت الفناجيلي كابتن عدلي يمكن وإحنا داخلين بيقول لي أنا سمعتها من الكابتن صالح كتير وطبعا استمتعت دي رقطات من أداء رفعة الفناجيلي واحد من أساطير الكرة اللي فعلا ما يتكررهش كتير يعني هو كابتن صالح كنا بنتناقش من الأفضل في صناعة الألعاب أنا طبعا متحيز للكابتن صالح متحيزه عن مستوى العالمي يعني أنا كبليميكر الحقيقة ما شفتش أحسن بالكابتن صالح كتير لكن هو كان له الرأي تاني لا لا أسيبك مني اللي أحسن مني عشر مرات رفعة الفناجيلي وكان بقولي لو لا أن رفعة الفناجيلي مسيطرة عليها وجس معينة ثقافة العامة يعني أنه كن هو عنده قناعة أنه مثلا هو حيلعب ألف ساعة فما يخلصهمش في خمس سنين يخلصهم في عشر سنين أنه ينظم مجهوده بين المباريات فبيقولي لو لن وكان مؤمن جدا بالنظرية دي يقول له ما سيره انت حر عايز سبطة البدر انت حر هيقول له يا رفعة لا ده المسألة ليه علاقة بالتدريب والليقى البدنية طول ما أنت فت تدعب زي ما أنت عايز يقول له لا 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 أنا يعني كل واحد له دماغ يعني ما يدوس أوف ماتش يريح شوية بعد كده إنما رفعت طبعا القصة الشهيرة يوم الكابتل وعش نزل الكابتل رفعت ومعاش ثلاثي الأشبال السايس وريع وعيل ومطر قدام الزمالك ريع أنا عرفه لأنه كان معاي بكلة الزراعة يعني كان دفع وزميل يعني حكالي هو اللي حكالي قال لي جابنا شوفوا بقى حتبقوا نجوم النهاردة بشارط قديك الكورة ترجع هالي بس اسمع الكلمة اللي بقولها لك قديك ادعني وجري ومالكش دعوة والحقيقة الثلاثي عمل ماتش راعه حتى الكابتن سايس جاب جون أتذكر مش عارف علو مطر جاب جون لكن السايس جاب جون مؤكد وعملنا ماتش رائع جدا كان بيتحكم في إيقاع المباراة ومن قصصه الشهيرة جدا أنه كان يراهن الأعضاء حجيب الجون إزاي ف اسم الشريعي وهم العائلات العريقة يعني في النادي الآلي الشرايع وفاهمي يعني من العائلات فقبل الماتش قال له رفعت عزين ماتش قال له جون في الماتش اللي جاي مع الزمالك قال له هجيبها لك على شمال قلدو تدفع كاملة تدفع كاملة قال له شمال قلدو قال له آه انجيبتها على يمينه ما تدينيش وراهنو كده واللقطة أنا متذكرة هو جات له فتريس لحظة كده وعادلة وراح لعيبة فعلا على شمال قال له جات جون فهو إلى هذه الدرجة كان بيتحكم في قراراته هو يعني بينزل الملعب عارف بواخد شوية قرارات كده هجيب جون هجيب اتنين مش بالطريقة دي قوي ما كانتش حد غلب يعني لكن هجيبه ازاي ما كانش عنده منع داع فرصتان عشان يجيبه الجون زي ما وصفه رفعة الفناجيلي من من الحاجات الجبارة يعني ومن أهم ممتشاته الدولية كنا باللعب ليبيا وحطوا فيه لجولين الطرهوني والعلي البسكي اتنين لعيبة كانوا جامدين قوي وده رح جايب جولين في آخر وقت المباركة سيمنا 3-2 بعد الناس كلها ما سلمت ان لا ليبيا خلاص كزمة المات كان كان لعيب فز ومرة كان فيه لعيب اسمه عاوني علم كان بيسموه بليه افريقيا في غانا واحنا بلعبهم في التيتش اول مرة بقى يتقل نفعة الفناجيلي منتو من مع الرجل ده هو مالوش دعوه هو صانع لعب قال لهم مش حيلمسه لغاه لغاه لا كان قادر جدا بامكانيات هيلة جدا ومشتوه الله عليها كابتن رفعة الفناجيلي ولد في 1 مايو 36 في ضميات بدأ رفعة الفناجيلي ومشوره مع الكورة في نادي السويس انتقل للنادي الاهلي موسم 53-54 اكتشفوا كشاف الاهلي الشهير كابتن عب منع من البقاء اللي ارحمه كان عمر الفناجيلي وقتها 16 سنة فاز مع الاهلي ب7 بطولات دوري وستة كاس مصر يعني خط 13 بطورة مع الاهلي كان لهم مكانة كبيرة جدا في فرقة الاهلي لعب للمنتخب الاول من 55-67 لعب مع نجوم بقى العصر الكبير حمزة عبد المولى ورافة تعطية وسامير قطبو وغيرهم وحق في الفترة دي لقى بكاس الأمم الأفريقية مرتين 57-59 سجل مع الاهلي رفعة الفناجيلي 35 جون وسجل في الدوري منهم 33 جون منهم هدف بفنلة اتحاد السويس رفعة الفناجيلي بيعتبر احد هداف مباريات القمة في تاريخها سجل 6 أهداف أشهر هدفه الشهير في شباك ألدو اللي المهانس عادت تكلم عليها كان من مسافة كبيرة جدا وفي زاوية دياء راهن عليها قبل المباراة توفي كابتل رفعة الفناجيلي في 23 يونيو 2004 عن عمر نهز للـ 68 عاما الفناجيلي له قصص كتيرة يعني كان زمان موضوع الانتقالات موسم الانتقالات في الصيف الأندية بتسعى مش زي دلوقتي فيه عقود وفيه كده لا لما بيتفتح موسم الانتقالات اللي عايز روح يطي يروحها في حرية حركة شوية فعبود باشا الرئيس النادي الآلي عامده عزبته في أرمانت في إنا حاب ياخد اللعيبة اللي ممكن الناس تضغط عليها ولا تغريها ولا غيره يعودوا لأسبوعين بتوع الانتقالات في عزبته في أرمانت كم من ضمنهم الكابتر رفعة الفنجيلي سمعت له وهو بيحكي قبل كده في إحدى القنوات قال لباشواندس أنا اضايقتي جدا فسألت واحد من صحابه وإحنا جايبين هنا ليه؟ قال له ده أنت بالذات والناس لأنه رفعة الفنجيلي فقال لك إحنا إيه؟ في حتة أنا منيش عارف وإحنا كده القطورة اللي كل يوم بتعدي دي طب دي راحة فين؟ فحكي القصة بعفويته الطيبة قال لك أنا قعدت رائب القطورة اللي بتعدي وأبص في الساعة القطر بيقف عايز يخلع في البورس القطر بيقف في أرمانت دي الساعة كهية فقال إيه النهارده وقف الساعة سبعة بكرة أدور على الساعة سبعة دي قلقاه برضو وقف قال لك ممكن يفرق عشر دقايق خمس دقايق ربع ساعة بس في التوقيت ده في قطر بيعدي في المنطقة دي فهو فكر في فكرة تانية خالص قال لك لغاية لما زبطت موعيدي اللي هم نايمين وفي قطر بيقف في التوقيت ده ويقعدوا سبعين قال لك بعد ثلاثة أربعة أيام الفكرة شعشعت في نفوخي أنا لازم أن أرجع رأس البر طب هيرجع رأس البر لضميات الزال عايز أروح لأهلي عشان أثبت حاجة طيب فضل لي زبط مع معويد القطورة لغاية لما حدد معاد قطر قال لك ورحت رايح ركبت القطر قال لك لقيته مقبل مش مبحر القطر وده أصوان قال لك في عمال أسأل أنا فين أحنا وصلنا فين لقيت نفسي القطر خدني وراح أصوان نزل هناك ركب القطر العكسي اللي راجع كان الخبر انتشر في أرمانت استنوه في أرمانت استنوه في أرمانت وحس قال لك رأت دخل الحمام دخل دور تجمعها بتاعت القطر وقال لي واحد برا للكمسار لو سألوك قولهم جوه في واحدة ستة وقال لك ما هم هيدوروا القطر كله فمش هيلقوني هيدوروا في الحمامات فقال لك أنا رحت أنا في الحمام بتاع القطر قلت له قول ده في واحدة ستة جوه قال لك فجوم سألو حد الشافرة في حتى الفناجيلي مش عارف ايه ده اللي جوه واحدة ستة فمشوا الناس اللي جاييني دوروا عليه مشوا رجع القاهرة قال لك أول منزلت وروح تطالع على النادي الأهل روحت النادي الأهل وروح لهم بصوا انتم مودييننا أرمانت عشان أمشي بالأهلي وانا مجنون أمشي بالأهلي أنا مش محتاج لها أروح أرمانت ولا أروح أي حتة أنا جيت أقول لك أنا موجود أهو وراجع الموجود أهلي ما أطلع على راس البار وقال حتة حلوة قوي قال لك محدش يبقى عنده الجمهور ده ويروح حتة تانية لا كان زكي قال لك محدش يبقى عنده الجمهور الأهلي ده وروح أين مكان تاني قال لدينا حرة طليق ومش رايح حتة وكان صاحب يعني تجديدات صاروخية رجلو كانت قيلة جدا دعيب خط وسط زكتان ما بيقول يعني النهاردة رفعة الفناجيلي ده لو موجود طبعا كان دوق مصر كلها لا ده خصة تانية لا ما فيش لعب بشي الشكل ده لو موجود من دول رحمة الله على كابتن رفعة الفناجيلي وعلى كل النجوم اللي أسروا الملاعب طويلا موسيقى موسيقى